اشتركوا في القناة التي عقدت في محفظة العلا بالمملكة العربية السعودية وصولا للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وفيما يلي نصها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الموقر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدوحة دولة قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير مقرونة بتمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق أود الإفادة بأنه تنفيذا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه بيان العلا وصولا للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ونحيط سعادتكم علما بأن مملكة البحرين قد شكلت لجنتين لجنة للمتابعة ولجنة قانونية وفقا لما نص عليه بيان العلا وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني